اشتركوا في القناة شكرا لكم مشاهدين الى نشرة الاخبار الرئيسة من قناة السعودية وحييكم انا لاف الرشيد وتحية لكم مني انا سمر حمد ومن زميلنا في لغة الاشارة بدر العنزي والبداية بالعنوي خادم الحرمين الشريفين يدعو الى اقامة الصلاة الاستسقاة في جميع انحاء المملكة يوم الخميس المقبل خادم الحرمين الشريفين يوافق على منح مواطنين ومواطنات ناوي سام الملك عبد العزيز ترامب يعلن مقتل البغداد في عملية نفذتها قوات امريكية خاصة في محافظة ادلب السورية صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي بيان من الديوان الملكي تأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقامة صلاة الاستسقاة فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله ورعاه الى اقامة صلاة الاستسقاة في جميع انحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق للثالث من شهر ربيع الاول لعام 1441 للهجرة حسب تقويم ام القرى فعلى الجميع ان يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع الى الله سبحانه والاحسان الى عباده والاكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات واذكار والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم لعل الله ان يفرج عنا ويوسر لنا ما نرجو وينبغي على كل قادر ان يحرص على اداء الصلاة عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واذهارا للافتقار الى الله جل وعلا مع الالحاح في الدعاء فان الله يحب من عباده الاكثار من الدعاء والالحاح فيها نسأل الله جلة خدرته ان يرحم البلاد والعباد وان يستجيب دعاء عباده وان يجعل ما ينزله رحمة لهم ومتاعا الى حين انه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود حافظه الله على منحي 426 مواطنا ومواطنتان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيين التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادر الجبير اليوم مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانة ريستال والوفد المرافق لها وأجرى خلال اللقاء استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أعلن الرئيس الأمريكي دولاند ترامب مقتلى زعيم تنظيم داعش الإرهابية أبو بكر البغدادية وعدد كبير من عناصر التنظيم الإرهابية في عملية وصفها بالخطيرة جدا نفذتها القوة الأمريكية الخاصة وحدها استهدفت مخبأه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا وأوضحت ترامب أن نتائج اختبارات الحمض النووية أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي وفي التفاصيل شرح ترامب أن البغدادية قتل مع ثلاثة من أطفاله شمال غربي سوريا بعد أن فجر سترته المفخخة وأنوها الرئيس الأمريكي ترامب بأن هناك امرأتين قتلتا مع البغدادية كانت ترتديان حزامين الناسفين وأضاف ترامب القول إن هناك مقاتلين مع البغدادية استسلموا وهم قيد الاعتقال حاليا وأشار ترامب إلى أن مقتل البغدادية يثبت عزم الولايات المتحدة ملاحقة الإرهابيين منوها بأن البغدادية كان يحاول إعادة أحياء داعش قبل مقتله أعلنت جمعية المصارف اللبنانية عن إغفال البنوك غدا الأثنين وتأتي هذه الخطوة في وقت تتخوف فيه المصارف من أنه في حال فتحت أبوابها فإنها تتخوف من طلب كبير على الدولار أو سحب مكثف من الإدعاءات إلى الخارج وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار وكانت السندات الحكومية للبنان قد هوت بمقدار سنت واحد أو أكثر عقب أيام قليلة من اندلاع الاحتجاجات العارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد هذا وكان النائب العام في لبنان قد أمر بمنع عمليات إخراج الدولار النقدية دفعة واحدة في حقائب الصيارفة والتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية التي كانت تتم بتصريحا عادي معتمد لدى الجمارك اللبنانية هذا ويستمر المتظاهرون اللبنانيون في احتجاجاتهم لليوم الحادي عشر على التوالي في الساحتين المركزيتين الشهداء ورياض الصلحة وسط العاصمة بيروت ومدن أخرى بالبلاد الوكالة الوطنية للإعلام قالت أن الحراكة الشعبية يمتد في جميع الأراضي اللبنانية بمشاركة الألاف من المواطنين من جانبها قالت غرفة التحكم المرورية تابعة لقوى الأمن الداخلي أن الطرقات المقطوعة ضمن العاصمة بيروت هي في ساحة ساسين الأشرفية وجسر الرينغ والشفرولية وكانت الاحتجاجات اللبنانية قد اندلعت تنديدا بالأفضاع الاقتصادية والمعيشية والطائفية وسط تمسك المتظاهرين برحيل الحكومة قبل أي إجراءات إصلاحية في البلاد وتواصلت اليوم الاحتجاجات العراقية التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى لليوم الثالث على التوالي تجمع المحتجون في ساحة التحرير وسط بغداد في تحدي جديد بعد ليلة طويلة من التظاهرات ويطالب المتظاهرون بإسقاط النظام في الوقت التي استخدمت فيه الحكومة الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم ويواصل العراقيون الاحتشاد رغم تخطي حصيلة القتل ستين شخصا في الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انطلقت مساء الخميس الماضي وتمركزت القوات الأمنية على أطراف ساحة التحرير فيما لوحظ انتشار قوات مكافحة الإرهاب في مناطق الاحتجاجات قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية أكثر من ألف لقاح لأكثر من خمسمائة طفلين في مخيم الزعترية خلال شهر سبتمبر الباضي مدير مكتب المركز في الأردن الدكتور بدر السمحان أكد أن هذا العمل الإغاثي الطبي يهدف إلى منح اللاجئين السوريين خاصة الأطفال منهم اللقاحات اللازمة ضد الأمراض التي تنتشر في بيئة المخيمات وإكسابهم المناعة اللازمة ضد بعض الأمراض موضحا أن أعطاء اللقاحات يتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة الأردنية ضمن برنامج اللقاحات الذي يقدمه المركز أعلنت قيادة قوات التحالف أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية أضاء إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية فقد تمت إعادة تموضع قوات التحالف في عدن لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية أشهدت قيادة التحالف بالجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار كما أكدت قوات التحالف استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بمكوناته كافة وحكومته الشرعية سيطر الجيش اليمني على أعلى قمام سلال جبال رشاحة التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال الشجيرة بمديرية البقع بصعدة وأوضحت مصادر عسكرية أن قوة الجيش أصبحت تسيطر على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة جبال الوعرة وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وضيفتنا القول إن وحدات الهندسة العسكرية ما زالت تقوم بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها قفل سوري جراء القصف المدفعي لقوات النظام على بلدة الجانودية غرب إدلب وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف يأتي في الوقت الذي عاودت فيه الطائرات الحربية الروسية قصف منطقة خفض التصعيد بعد التوقف ليوم واحد استهدفت الغارات الروسية قرية معرة شرق إدلب وحرش كفرنبل بريف إدلب الجنوبي هذا كما قصفت قوات النظام محيط بلدة الجانودية واستهدفت محور الكتيبة المهجور بريف إدلب الشرقية كشف مسؤول عسكري باريزون في الجيش الوطني الليبي أن معركة الجيش النهائية في طرابلوس اقتربت بشكل كبير وأن لحظة الدخول لوسط العاصمة باتت قريبة بعد التغيير الجذري لوحدات الجيش في محاور القتال وأوضح المسؤول العسكري الليبي أن الجيش نجح في إبعاد المجموعات المسلحة عن مطار طرابلوس الدولية بعد محاولاتها الفاشلة للسيطرة عليه خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن العملية العسكرية التي ينفذها الجيش في مناطق جنوب العاصمة أفضت إلى السيطرة على مواقع مهمة كانت التشكيلات العسكرية التابعة للوفاق حريصة على عدم خسارتها مصدر أعلامية ليبية قالت أن تشكيلات مسلحة جاءت من مدينة مصرة انسحبت من محاور القتال في طرابلوس شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهما وتفتيش تخلى لها اعتقال عشرة من الشبان الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة فيما وصلت مجموعات من المستوطنين لأتداء على قاطفي الزيتون وسرقت محاصيلهم واندلعت اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيليا بالضفة الغربية المحتلة تخلى لها اطلاق للقنابل المسيلة للدموع مما أوقع عصابات بالاختناق في صفوف الفلسطينيين من جهة أخرى واصل جنود الاحتلال لإغلاق مدخل بلدة عزون شرق قلقيليا وتشديد الحصار عليها طلبت أحزاب بريطانية من المجلس الأوروبية تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبية حتى الواحد وثلاثين من شهر يناير بسبب حالة الجمود السياسية نتيجة التباين الحاد بين الأحزاب وسيصوت البرلمان يوم غد على اقتراح رئيس الوزراء البريطانية بوريس جونسون إجراء انتخابات يوم الثاني عشر من ديسمبر لكنه يحتاج إلى أصوات ثلثين مشرعين البالغ عددهم في البرلمان ستمائة وخمسين مشرعا وتهدف خطة جونسون إلى أعطاء المشرعين مزيدا من الوقت لمناقشة وإقرار اتفاق بريكسيت فيما ألمح حزباني إلى أنه ما قد يدعمان انتخابات ديسمبر إذا تم فصلها عن تشريع بريكسيت لإخراج البرلمان من أزمته وكان حزب العمال أكبر أحزاب المعارضة قد أعلن أنه سيدعم الانتخابات بمجرد استبعاد احتمال خروج بريطانيا بدون اتفاق اشتبك متظاهرون مع القوات الأمنية في شوارع برسلونة احتجاجا على السجن قادة انفصاليين متورطين في استفتاء حول الانفصال وتأتي هذه الاشتباكات في ظل استمرار الاحتجاجات في إقليم كتالونيا منذ أن سأصدرت المحكمة العليا قبل أسبوعين أحكامها ضد العديد من الانفصاليين بسبب مخالفتهم القانون الأسباني وقد أسفرت المظاهرات وما رفقها من أعمال عنف عن إصابة مئات الأشخاص من بينهم ثلاثمائة من رجال الشرطة واعتقال حوالي مئتي شخصا أعلن مسؤولون أفغان ارجاء أعلان نتائج الانتخابات الرئاسية نحو شهر في تأجيل طويلة ميدنيا أكد مسؤولون عسكريون مقتل 53 من مسلح حركة طالبان إثر غارة جوية شنها الجيش بإقليم برياب شمال البلاد ووفقا لمصادر عسكرية نلفذ الجيش الغارة جوية في وقت متأخر من مساء أمس السبت عقب تنفيذ مجموعة كبيرة من مسلح طالبان هجمت على مواقع أمنية في منطقة بشتون كوت استبعد الرئيس البوليفي إيفو موراليس إجراء أي مفاوضات سياسية مع المعارضة التي رفضت نتائج الانتخابات الرئاسية واستبعد موراليس أيضا احتمال إجراء دورة ثانية على الرغم من التوترات واستمرار الاحتجاجات في أنحاء مختلفة من البلاد وقال منافسه كارلوس ميسا إن حزب موراليس استفاد من تزوير انتخابي داعيا البوليفيين إلى مواصلة التعبئة السلمية للمطالبة بدورة ثانية وصعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أمريكية لاتينية اللهجة ضد موراليس مطالبة بتنظيم دورة ثانية ومتواعدة بعدم الاتراف به لقي شخصان مصرعهما وأصيب عشرة آخرون في حدث إطلاق نار عشوائية بولاية تيكساس الأمريكية وذكرت وسائل أعلام أن حدثة إطلاق النار جرت خلال الاحتفال ببداية مرحلة جديدة في كلية تيكساس للتجارة هذا ولم ترد أي أنباء عن مصير مطلق النار تسببت حرائق الغابات المستمرة في كاليفورنيا في حدوث دمار واسع وانقطاع للكهرباء لفترات طويلة في مناطق عدة بالولايات المتحدة وتضررت نحو ثلاثمائة منزل فيما جار تعليق الدراسة وإغلاق بعض الطرق الرئيسية في بعض المناطق هذا وقد امتدت الحرائق المشتعلة في شمال سان فرانسيسكو لأكثر من مائة كيلومتر مربع ودمرت عشرات المباني ووفقا لبيانات السلطات فإن هناك حوالي عشرة آلاف مبنى تهددها الحرائق التي يكافح أكثر من ألفي عنصر من رجال المطافة وكانت السلطات قد أصدرت توامر جديدة بإجراء عشرات الآلاف في ظل الانتشار السريع للحرائق التي أججتها موجة من الرياح الساخنة ودرجات الحرارة المرتفعة والجفاف النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل 49 شريكا عالميا في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 أهلا بكم من جديد أعلن صندوق الاستثمارات العام مع المشاركة 49 شريكا يشكلون دورا محوريا في تطوير ونجاح أعمال الدورة السنوية الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2019 التي ستقام في الرياض في 29 من الشهر الجاري وعلنت المبادرة مشاركة 300 متحدث من صناع القرار والمستثمرين والخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة في فعاليات وجلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2019 تعكس خلفيات الحضور السمة العالمية للمؤتمر إلى ذلك تم إنشاء مبادرة مستقبل لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات التي تواجه العالم اليوم بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات حيث تلتزم المبادرة بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وأقادة العالم انطلقت أعمال المؤتمر الثاني عشر لجمعية السعودية للأشعة بحضور ما يقارب من 60 متحدثا من مختلف أنحاء العالم ورؤساء جمعية دولية وخارجية ومحلية وممثلية وزارات وجامعات ومنظمات سعودية المزيد في التقرير التالي الجمعية السعودية للأشعة تفتتح مؤتمرها العلم الدولي الثاني عشر في جدة هذا المؤتمر الذي يعزز من الدراسة والأبحاث ويحصر المهتمين بعلم الأشعة من استشارين وأخصائين وأطباء مقيمين وفني أشعة وممرضين وممرضات وطلاب ويناقش فيه العديد من المواضيع في أقسام الأشعة مؤتمر هذه السنة هو الثاني عشر في تاريخ الجمعية بالنسبة للجديد هو أنه في عدد كبير جدا من المتحدثين من مختلف أنحاء العالم سواء كان من أمريكا أو من أوروبا أو من العالم العربي بمختلف أنحاءه حوالي ستين متحدث بالإضافة إلى ذلك على هامش المؤتمر في عندنا حوالي تمانية ورش عمل بتغطي مختلف تخصصات الأشعة ويتميز كذلك بأنه عملنا ندوة لتوعية العامة ستكون بكرة في المساء إن شاء الله فهذه الندوة لتوعية العامة عن سرطان الثدي كيفية الكشف المبكر عنه وطرق تشخيصه وطرق علاجه الآن في الأشياء الجديدة زي الذكاء الاصطناعي بيدخل معنا وبيدخل في التشخيص حق الأمراض هذه وجمال الذكاء الاصطناعي إنه إحنا نقدر نعمل مسح أكبر على الناس بالنسبة لسرطان الثدي وتقدر الأجهزة الحاسوبية بالذكاء الاصطناعي إنها تكشف عن الأمراض اللي هي طبعا زي سرطان الثدي في شكل مبكر وتساعد دكتور الأشعة بشكل كبير إنه يوصل للتشخيص وكده نقدر نكون أضفنا شيء لحياة الناس وشخصنا أمراضهم بصورة أسرع وبصورة أدق مؤتمر الأشعة يناقش التحول في مجال الأشعة في المملكة ورؤية عشرين ثلاثين ووضع الأشعة في القطاع الخاص يشارك في المؤتمر حوالي ستين متحدث من مختلف أنحاء العالم أغلبهم رؤساء جمعية دولية وخليجية ومحلية وآخرون ممثلون لوزارات وجامعات ومنظمات سعودية مهمة عقدت جمعية مترجمية الإشارة السعودية ورشة عمل لمترجمي لغة الإشارة بالمملكة لتأهيلهم وتدريبهم لخدمة الصم وتسهيل عملية دمجهم في المجتمع المزيد في التقرير التالي اختتمت ورشة عمل مترجمي لغة الإشارة في الرياض والتي نظمتها جمعية مترجمي الإشارة السعودية لمدة يومين والتي تعمل على زيادة عدد المترجمين بالتأهيل والتدريب وتسعى لخدمة عدد كبير من الصم حيث أن المؤشرات تقول أن عددهم قرابة 750 ألف أصم من وأصم في مختلف مناطق المملكة ورشة مترجم لغة الإشارة لجميع مناطق المملكة الهدف منها هي تأهيل وتدريب وزيادة الثقافة وعلمية اللي هو المترجم من خلال ورشة العمل هذه اللي فيها متحدثين من أكاديميين ومتخصصين وعضاء هذه التدريس مترجم لغة الإشارة الجمعية جل اهتمامها هي تأهيل وتدريب مترجم لغة الإشارة الهدف من تسهيل عملية التواصل بين العصم والمجتمع كما نعلم يعني عدد المترجمين قدير لكن عدد الصم يعني موشرات أن تقول 720 ألف أصم صمة لكن عدد المترجمين لا يزيد عن المية مترجم أنا والله جاي أحضر هذه الدورة لأن أول شيء الحمد لله أني اندعيت فيها هي دورة جميلة والمفروض أن يوفرونها في كل مكان لأن فئة الصم كثير فليت يعني تكون من تشرب بشكل أوسع تشير الإحصائيات الجمعية أن عدد مترجمي الإشارة على مستوى المملكة لا يتجاوز 103 مترجم ومترجمة فقط حيث تسعى الجمعية لخدمة الصم وتسهيل عملية التواصل مع المجتمع من خلال وضع المعايير العلمية لمهنة المترجم ومن خلال تدريبه وتأهيله الورشة هذه بالترجم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وهي طبعا تهتم بجميع فئات المجتمع بما فيهم فئة الصم من خلال توفير مترجمي للغاية الإشارة وهذا أيضا تفعيل للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص الزاوي العاقلي صدرت في عام 2007 وكانت المملكة من ضمن الدول التي وقعت عليها هذه طبعا تأصيل وتقعيد لحقوق الصم في المجتمع مثلهم مثل أي فئة موجودة لها حقوقها لها مزاياها طبعا المترجم من هؤلاء راح يخدمون في القطاعات الحكومية وغير الحكومية وبالتالي سوف يرتفع طبعا مستوى تعليمهم مستوى تثقيفهم مستوى الخدمات التي تقدم لها دورنا اليوم أن نوصل رسالة للمجتمع عن أهمية هذه الفئة طبعا استفدنا كثير من الجمعية لدرجة أننا وصلنا قدرنا تواصل مع هذه الفئة بشكل جيد طبعا سعيدين في حضوركم معانا اليوم وإن شاء الله توصل الرسالة بشكل واضح للأخبار ياسر الحاكمي الرياض نفذ فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف ورشة عمل لأساسية التصوير الفوتوغرافية حضيت بحضور كبير من المهتمين بهذا المجال نتابع تعددت الأدوات والمصطلحات وأيضا المخرجات وأصبح للصورة فمناطق ولغة حسية الأمر الذي يضع أمام المؤسسات الثقافية هدفا ومسؤولية للاهتمام بهذا الفن وتقديمه بطرق عصرية ومتجددة هي ورشة في التصوير الضوئي في أساس التصوير الضوئي يقدمها الفنان ماجد المالكي فنان فوتوغرافي متمكن طبعا الورشة مجانية هو مقدمة من الجمعية لأبناء الطايف في دعم دورها في حراكة الثقافي والفني الإقبال كان كبير جدا لم تعد عدسة الكاميرا تحمل وظيفتها الأساسية في التوثيق سواء ما كان منها أحداثا أو أشخاصا وهو خلاف ما عرف عنها زمنا طويلا للأرشفة والتأريخ الورشة هذه امتدادة إن شاء الله للمجموعة ورش قادمة بإذن الله حبينا نقدم الأساسيات في البداية وبعدها نتوجه إن شاء الله تباعا للإحترافية وأحلم في الموضوع اليوم الحمد لله اتفاجأنا بعدد كبير لأننا كنا متوقعين خمسين شخص تقريبا لكن نوصل إلى عدد أكثر من خمسة وتسعين شخص وهذا طبعا بالعكس هذا يعني معناته أنه فيه انفتاح لبعض المصورين حتى اللي محترف يعني ممكن كان تنقص بعض المعلومة لكن جاء اليوم وكانت حاجة سعيدة إن شاء الله بها نكتب دا بالأشياء الأساسي والحمد لله تم الإعلان عنها وكانت على مستوى الطايف ما كانت محصورة فتحنا التسجيل فيها لتكون الفائدة عامة وصلنا للعدد هذا إن شاء الله وبنصل لأعداد أكبر مستقبلا وخاصة أن ملاحظة أن الآن التصوير أصبح شغف للكثير الجميع يحمل كاميرا في جيبة الجميع قادر على التصوير الجميع بس يبحث عن القواعد الأساسية اللي يخرج بصورة جيدة مساحة جديدة تقدم لمهتمين وأصحاب الخبرات مناقشة وفهم مكونات الصورة وتقديمها للمتلقي بكل حواسه لأخبار السعودية محمد الثقافي الطائف تشهد مكة المكرمة العديد من المهرجانات وفعاليات التسوق المتنوعة وفي مقدمتها مهرجان الشرائع الذي نالت فعالياته وعجاب أهالي المنطقة وزوارها المزيد في التقرير التالي مع هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة على مكة المكرمة خلال الأيام الماضية انطلقت المهرجانات والأنشطة الاجتماعية وليالي التسوق جاذبة معها أهالي العاصمة المقدسة فكان الفرح للكبار والمرح للصغر لنا الآن يومين من الافتتاح تمثل الليلة أكثر من دخول للمهرجان أكثر من عشر آلاف زاير في المهرجان طبعا نحن نحسب الدخول مساعدة مع الإحصاء فدخول المهرجان الحمد لله في تزايد والأيام الجاية إن شاء الله في تزايد أكثر وأكثر ونقدم إن شاء الله الجديد والأفضل إن شاء الله للزوار مكة المكرمة فعاليات مهرجان الشرائع المقامة في مواقف حجز السيارات تضمن العديد من الفعاليات المتنوعة بالإضافة إلى خيمة التسوق والتي تعرض كل مستلزمات الأسرة واحتياجاتها بالإضافة إلى السلع والمنتجات الوطنية ويحظى مسرح المهرجان بقيادة الكابت أبو رامي بالعديد من العروض والمسابقات الترفيهية والأناشيد الوطنية والألوان الشعبية لكافة مناطق المملكة والمشاهد والإسكتشات المسرحية الفكهية والله شوف هذا يسمونه مسرح طفل يعني أغلبية العوالج عشان أطفالهم حلو ولا لا أيضا هنا نحن نسوي مسرحيات هادفة نسوي أنا عندي كمقدر برنامج أصحاب الهمم يعني إن شاء الله يعني بكرة عندنا حفل خاص لأصحاب الهمم في مهرجان الشرائع وبعدها عندنا الاحتجاجات الخاصة ويأتي هذا المهرجان كواحد من البرامج والأنشطة الاجتماعية والتي تستقطب المواطنين وزوار العاصمة المقدسة للإطلاع على التراث الأصيل والعريق للمملكة العربية السعودية النشر انتهت وهذا تذكيرنا بأبرز عنوينها خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاف في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم خادم الحرمين الشريفين يوافق على منح مواطنين ومواطنات وإسامة الملك عبد العزيز يعلن وقت للبغداد في عملية نفذتها قوات أمريكية خاصة في محافظة إدلب السورية شكرا على طيب المتابعة في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة